دعنا نحكي قليلا عن أسماء من هي أسماء؟ ما هي طموح وأحلام أسماء؟ أنا طالبة أسمك كريم أحمد عواد الكبيسين محافظة الأنبال قضاء الرطبة أنا أمرأة متزوجة من ابن عمي خريج كلية القانون نعم أنا ويايا بنات عمي دكاترة أثنين وأنا إن شاء الله الثالثة والحمد الله أولا وأخيرا كلمتي الأخيرة أوجيها لطلاب السادس الإعدادي أقول لهم لا تخافون وقاتلوا من أجل الحلم واستمروا يعني وعند حلم يجب أن يوصل إلى لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم فلربما غلوبين هوى ثم مرتقى الله الله يا أسماء الله عليك أيضا قال تعالى لا تيأسوا من روح الله وأيضا قال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله الله عليك وأجمل شي هو الدعم الدعم من الأهل الدعم المعنوي دائما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة لكن أيضا وراء كل امرأة طموحة وناجحة رجل عظيم قدر نجاحها وقدر ثقافتها وموهبتها وأحلامها أسماء كريم شكرا جزيلا أكيد لحضرتك وإن شاء الله يا ربي نرى أجمل الدكتورة وأفضل الدكتورة لكن أريد أن أحدث شيء قبل أن أختم معكم أنني أوجه شكري وتقديري للدكتور الحاج فاضل محمد عوادي الكوبيسي وهو جدي والذي يقدم للدعم المادي والمعنوي وقف فينا والحمد لله الله يديم إلنا السند إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وواجه تحياتي